بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم وفي رواية تانية اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيء أن أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه مسألة خطيرة جدا جدا الشرك والعوذ بالله من أعظم الزنوب عند الله صلى الله عليه وسلم وربنا عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشعر به ويغفر ما دون ذلك المنشاء ولكن بس المقصود بهذه الآية الشرك الأكبر وليس الشرك الأصغر نحن الآن نتكلم عن الشرك الأصغر وهو الرياء الحديث آخر يودح هذا المعنى ويقول صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر قيل وما الشرك الأصغر يا رسول الله ده بيكلم الصحابة على فكرة نخلي بالك الأمر خطير جدا إن أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر قيل وما الشرك الأصغر قال الرياء الرياء يعني يعمل إنسان العمل ورائبه يحب أن يراه الناس جميلا يحب أن يكون محمودا يحب أن يمدحه الناس على ذلك وأن هذا الأمر محبط للعمل الصالح ويمبغي أن يكون الإنسان حريص أن يكون العمل كله لله عز وجل لا ينظر إلى الناس أبدا حقيقة النظر إلى الناس والنظر أن الناس يحمدوك على ذلك أو تكون مسموعا شريفا محمودا بينهم هذا يطلع عمل الصالح لأن الأمور كلها بيد الله عز وجل والقلوب بيد الله صلى الله عليه وسلم بل في الحقيقة إن الذي يريد وجه الناس يبغضه الناس أما الذي يريد وجه الله صلى الله عليه وسلم فالله يرضى عنه ويحبه ويحبه الناس أيضا لأن القلوب بين أصبعين وأصاب الرحمن يقلبهم كيف يشاء إذا أردت أن تكون محمودا بين الناس كن محمودا عند الله وسوف يحمدك الناس إن شاء الله أما إذا ابتغيت وجه الناس فإن الله سيسخط عليك ولن يرضى عنك الناس هذا الحديث يوضح خطورة الرياء بالحقيقة الإنسان الصالح ينبغي أن يكون حريصا على أن لا يصل في قلبه إلا لله سبحانه وتعالى في دعاء باء ينجين من الشرك ما هو الدعاء باء أن تقول اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفر كلمة لأعلمه يعني أتوجه إليك وألتجه إليك يا أرحمة الرحمين أن تنجيني من الشرك وأنا لا أريد إلا وجهك هنا ينصرف عنك الرياء تماما ربنا رحيم الحقيقة والإنسان اللي يحافظ على أذكار الصباح والمساء إنسان الحقيقة ده ما حظوظ جدا يعيش في كنوز عظيمة جدا ربع ساعة في الصباح ربع ساعة في المساء من أدعية أذكار الصباح والمساء إن أنك تقول اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفر كلمة لا أعلمه يبقى أنت كده نجيت تماما نفسك من الشرك ممكن تزل اللسان يزل القلب يزل لا أنت كده بتنجي نفسك رحمة من الله سبحانه وتعالى والحقيقة كي ينجي الإنسان نفسه من الرياء النيات بيد الله عز وجل ينبغي أن يصلح قلبه لأن القلب هو الأساس العمل وقد قال النبي محمد صلى الله ألا إن في الجسد مضغى إذا صلحت صلح على الجنزة كله قالوا ما هي ألا هي والقلب يبقى الإنسان يكون حريص على صلح قلبه يعني إيه تصلح قلبك تصلح قلبك المعاصي والعزب الله بتسود القلب ذكر الله عز وجل وتلاوته القرآن والأعمال الصالحة بتنجي القلب الإنسان يطهر قلبه من المعاصي ويكسر من ذكر الله عز وجل وتلاوته القرآن والصحبة الصالحة ويستشهر أن الله عز وجل يراه ربنا صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل وريد تحفظ على قلبك بالطعاط وتحفظ قلبك من المعاصي وهذا الأساس وتجعل الله عز وجل في قلبك فوق كل شيء وأعلم كل شيء والذي ينمي ذلك كسرت ذكر الله عز وجل تقول لا إله إلا الله يعني لا إله إلا الله يعني لا تعظيم لله صلى الله عليه وسلم ولا خوف ولا انكسار ونحن عبيدك يا ربنا أنت إلهنا وأنت العظيم ويكون أوامر الله عز وجل يعني تتعود تجاهد أن تكون أهل أعظم تعظيما وانكسارا لله عز وجل فهنا لما يعظم الله عز وجل في قلبك فيكون القلب طاهرا إن شاء الله أيضا دوام ذكر الله عز وجل والمراقبة تعلم أنه يراك وأنه سبحانه وتعالى مطلع عليك ودي منزلة عظيمة جدا منزلة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والله سيساعدك على دوام هذه المراقبة أن يكون لسانك ربا بذكر الله دوما وبتلاوة القرآن الكريم الأمر الآخر أنك لا تعبأ بالخلق تماما أنت تتجاهل الناس لأن الناس عبيد إننا يا ربنا عبيدك ومن عبيدك الإنسان لا يصرف همه إلى اهتمام الناس عبدا هذا الأمر سينهكك ولأن قلوب الناس بيد الله عز وجل فكون حريصا على إرضاء الله فسيرضى عنك الناس كما في الحديث القدسي العظيم الذي ورد أن الله عز وجل إذا أحب عبد النهاد جبريل إني يحبه فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء يا أهل السماء إن الله يحبه فلانا ده الملائكة فأحبه فيحبه هالي السماء الملائكة ثم يوضع له القبول في الأرض بأن الإنسان الصالح اللي عمله خالص الواجه الله اللي لا بيعملش الأعمال عشان الناس تمدحه وعشان يفتخل أمام الناس المخلص لله العمل المخلص لله طر الناس يحبونه ويقبلون عليه ويكونوا محبوبا بين الناس لأنه لم يسرف طاعته إلا الله وتعظيمه لله سبحانه وتعالى أيضا أن ندعو بهذا الدعاء بغير دائما الإنسان يخاف الرياء النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول إن الشرك يدب في أمتي دبيب النملة الإنسان يدعو الله على الزجال أن نجيه من الرياء دائما ويخاف منه ويكون حذر والدعاء ده لا نساء كما ورد في الحديث أن تقول اللهم إني أعوض بك من أن أشرك بك شيء أن أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه أيضا الخوف من الرياء مهم جدا ويبقى تخاف إن الشيطان بيتسلق إليك وتعلم إن الشيطان حريص عن أن يحمد عملك يعني يأتي في زينك يقول افتخر تكلم عن عملك الصالح افسح للناس الحقيقة أنا أعرف أحد الصالحين كان يصلي معي في النازجة وفجأة اختفى هذا الرجل تعجبنا أقول لربما يكون مريض أو حال كان رجل يعني مسن الحقيقة فذهبنا إلى زوجته فقالت إنه ذهب لحج فتعجبنا سبحان الله هو لم يبلغ أحد أنه طبعا ليس هذا معناه إن الإنسان لما يبلغ الناس رأي حج إن ده حرام لا طبعا ده شيء عادي ولكن هو كان حريص جدا إن حتى العبادة بتاعت الحج لا يعرف أحد حتى الناس اللي بعاه في الجامع وأصحابه بقالهمش رأي حج طبعا ده مبلغة ولكن هو إذا قال طبعا لا يسمع عليه ولكن هو خايف وحريص خل الحرص أن يكون العمل كله لله صحوه وتعالى وليس فيه أي شيء من الافتخار والتباهي ولكي يقوي رقابة الله عز وجل وبيعنا على الرياء في أعمال بقى صالحة معينة جدا بتتقوي رقابة الله عز وجل وتزيل عنه الرياء وهي صلاة الليل لأن هذه صلاة طبعا في الخفاء لا يعلمه الله صحوه وتعالى لما يكسم صلاة الليل يبقى هو بينجي نفسه من الرياء وأيضا الصدق في الخفاء يكسم الصدق في الخفاء ولا يعلمه أحد كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأولا الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل تصدق بصدقه فأخفاها حتى لا تعلم شماله وما تنفق يمينه يعني حتى إيده الشمال لا تعلم ما أنفقه يمينه لو عند مبالغة يعني هو أخفى الصدقه فلا يعلمه أحده أبدا فهذا من الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم نرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ترجمة نانسي قنقر